صاحب تجربة إذاعية فريدة حضرتك أكثر من 35 سنة بالإذاعة وكثير من المستلسلات الإذاعية لكن أهمها من عام 1988 تقريباً لهلأ سلسلة حكم العدالة بدور القاضي رئيس المحكمة نعم ولا تزال لحد اليوم استعمل تجله شو قدمت لك الإذاعة؟ الإذاعة قدمت لي شيء كثير مو بسئل أنا بعتبر إذا بيقولوا أنه المسرح أبو الفنون الإذاعة أم الفنون ليش؟ التلفزيون هلأ أو المسرح اللي حضرها شايف قدامه في صورة الممثل عم يتحرك حواليه عم يتحركوا في إضاءة في لون في أكسسوار في شباب في جمهور في لغة في موسيقى كله هذا شايفه قدامك أنت بينما الإذاعة أنت كل هدول بدك تجمحهم بصوتة توسطه للمشاهد أو المستمع يتخيلوا يتخيلوا وفعلاً بده يتخيلوا متل ما هو بده يا مو متل ما أنت هلأ بمسرح أو التلفزيون أنت عم تفرض على المشاهد المشهد اللي أنت عامله مسهله كل الأمور شوف الدعم بينما الإذاعة أنت عم تسمع هو بيسمعه بيتصوره شيء وأنا بشيء وأنت شيء وحتى هذا الشيء أنا لمسته قبل ما يكون ممثل كنت تظهير عمري شيء عاشرة 12 سنة أيام لوحده كان ينزع مسلسل من الخاهرة اسمه العسل العسل المر اسمه كان فيه عماد حمدي الله يرحمه كان فيه ثلة كبيرة من الممثلين فأنا هذا كان نزاع من إذاعة دمشق كل يوم الساعة خمسة للخمسة وربع أيام الوحدة أيام الوحدة يعتبر كان فيه وحدة بيننا نعم فكان فيه تبادل برامج كتير أيه فيه نزاع من الخمسة إلى خمسة وربع أنا وأنا عمري سبع ثمان سنين كان أو عشر سنين كيف تتذكر أنا تابعه بشدك بشدك مصبوكة إذاعي إذاعي فمن وقتا أنا تخيلته يعني تخيل أن الغرفة فات وكذا رسمته أنا مثل ما بدي يعني إذا بدي خرجه أنا بخرجه مثل ما شفته برأسه بعمل مثله وقتا بعد فترة صار التلفزيون وصوروه بالخاهرة نفسه بس طبعا صوته وصوره اختلف كثير شغلات على الحركة وكذا شفته أنا رفضته بعقلي رفضته وليس هذا ما شفته أنا ولا عجبني بالمرة هيا لأنه هداك رسمه أنا يعني ببالك شو سر اليوم استمرار ونجاح حكم العدالة؟ حكم العدالة برنامج طبعا نقدر نقول عنه أنه برنامج توعوي إصلاحي إرشادي درامي كثير مهم بالنسبة لشباب اليوم حتى أحدهم سألني بالشارة قال لي هلأ أنتم عم تقدموا برنامج حكم العدالة في جريمة في سرقة منطف من فوق الأسطيح نزل التحت يسرو عم يقتل واحد عم يشوف الجريمة عم يدبحوا عم يأوصى قال لي طب هذا أنتم عم تعلموا الجيل قالوا أنت يبدو ما بتكمل بنامج لآخره ما بدك تعرف هذا اللي عم تقول عنه نزل وطلع وطلع شو صار فيه نعدم بالآخر نحن عم نأجري هاي الجريمة والعخافية بالأصل لها شاش كوفستي شاش كوفستي أغلب الحلقات كانت حقيقية وواقعية متاختي من قضايا موجودة بالمحاكم صح؟ طبعا من القضاء طبعا ستوين حتى بذكر الحادثة اللي صارت español 2018 من السنة فيها آخر السنة الماض؟ نعم تعبع بيتي صحمة نعم أيب existem وعمل الحلقة الأستاذ مونيب عملها وكتبها وصورناها هو FI يوم إستجلناها أ públic يجل نقى كل مخدم حضير الذي كمش تنين هدول كان لسا ما يحاكمه كان مثل أمشينه لسا ما تحاكمه طبعا أستاذ مونيب بالحلقة عادوا لأنهم بيني حضرتك بتقول باسم الشعب كيف تقولها سمعني بصوتك الإذاعي فضلوا يسريحوا الجلسة الآن للنطق بالحكم باسم الشعب وبالتطقيق قررت المحكمة بالأكثرية ما يلي أولا براءة المتهم محمد من الجرم المعذوب إليه ثانيا إطلاق سراحي زوجته فلاني إن لم تكن موقوفا من جرم آخر قرارا وجاهيا قابلا للطعن بطريق النقد صدر وأفهم أعلنا هذه العبارة يمكن أغلب الأشخاص الذين يتابعوا إذاعوا ربينا علي أكثر من 20-30 سن تقريبا سمعناها وسمعنا هذا الصوت وحفظينه ولكن يمكن أن لا يعرفوا أنه الأستاذ هاني هو نفسه يقدم هذا لا لأ لأ لك شغلة تضحض هذا الشيء شو هي أنه يعرفوا مين عندما وحاصموه بالعالم العربي كنت أنا في 1797 كنت بالحج أنا ومارثة نزلنا على المدينة عم نتصوّع شوية أهرات كذا قادلنا نشتري كاميرا لأبني كانوا صغير فتنا على محل في كاميرا المحل متى هون بدأك تقول في كاميرا تعرف موجودين وصاحب المحل عم يرتبون ظهرنا ظهروا إلنا نحنا وقفنا هيك فأنا طلّت آتني مرتي هديك أرجينا بالله دي كاميرا والله رأسا عميلة هون كمان في حكم العدالة يعني قبل ما يشوفني أرش الصوت نعم 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 لو شافني أعرف أنه مواصل نهر بس أبع عارفك من صوت هلأ كان وفي حكم عدالة فأنا من هون عرفت أنه العمل متابع بكل الدول العربية نصمت صوتك واضحة تكرمت بعام 2018 كرمتك نقابة الفنانيين السوريين بمناسبة 30 عام على تجسيدك لهالدور شو يعني لك هذا التكريم؟ نقابة الفنانيين كرمتني في 2002 كممثل عام نعم نعم أما سيد وزير الإعلام كرمني بالالفين واتمنطعش. واتمنطعش. على وجودي وقته كان ثلاثين سنة. نعم. على وجودي يعداء دور رئيس المحكمة ببرنامج حكم العدالة. نحن طبعا كنا نسجلوا كل يوم تانين ويزاعد ثلاثة. ساعة واحدة ونص. ساعة واحدة ونص. فأنا يعني كان التكريم انه هذا الفنان اللي مكرس كل وقته لحكم العدالة. نعم. انه حتى اذا كان مسافر يوم التانين بيجي بيسجل ويزاعد. وفعلا صارت مع يدت مرات. نعم. مرة نزلت من من قتنا. قبل بيوم لهم مش هنسجل. بس تسجيل. ايه. وطلعت. انا مدير إنتاج بالعمل هنا. نعم. فما معندي مشكلة هنا. نزلت وطلعت وسجل. بس هون تكون بلادية. بطرطوس بالبنام بالأذول. رأسا برجع لهون بسجل. نعم. فانه هذا التكريم كان انه آآ ثلاثين سنة بيهدا. هلأ صار ليه أربعة وثلاثين. نعم. انه بهذا البرنامج. كان التكريم لهالشي اللي انه كان فيه آآ فنان عم يقدم عمل. وكان محافظة عليه. وبينسى كل شي ما عدا. انه ما يبتركه. يتم حتى ولو كان عنده. حتى لو كنت مريض والله بنزل. ما في مشكلة. ماشا الله عليك. الله يسلم لك.